بالتأكيد هو هنفضل طول الوقت انتابع اللي بيحصل فيه الأزمة الأوكرانية واللي بتستمر تقريباً لليوم السادس على التوالي أظن كده يبقوا ستة أيام كاملات للأزمة الأوكرانية وفيه الكثير من التداعيات حول هذه الأزمة من الطرفين وطبعاً بالتأكيد أيضاً بعض الإجراءات اللي تم اتخذها من الاتحاد الأوروبي لكن قبل ما نتكلم عن الأزمة الأوكرانية خليني أبدأ معاكو بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وده أيضاً في إطار هذه الأزمة يعني اللي حصلة تنفيذة لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فبالفعل بدأت عملية إجلاء الطلبة المصريين من أوكرانيا إلى رومانيا عن طريق طبعاً الخطوط الجوية وبالفعل بدأ مجموعات من الطلبة يستقلوا هذه الطائرات ويبدأوا أنهم بإذن الله يصلوا تباعاً إلى جمهورية مصر العربية طبعاً الطلبة دول عبروا الحدود الإيقرانية إلى الدول المحيطة اللي أبدت استعدادها لاستقبال الطلبة بشكل عام من كل حتة في العالم أقلعت طائرة شركة إير كايرو بالتحديد والتابعة لوزارة الطيران المدني كان على هذه الطائرة 181 راكب منهم 175 من الطلاب المصريين و 6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي بتتجه إلى مطار القاهرة جمهورية مصر العربية لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن بإذن الله سالمين كمان تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية بهذا الأمر من المقرر بإذن الله أنه توصل هذه الطائرة إلى مبنى الركاب رقم واحد بمطار القاهرة جدير بالذكر ومهم جداً أنك تاخد بالك كويس قوي من الإجراءات المصرية عند حدوث أي أزمة في العالم وهرجعك على الأزمة اللي حصلت في أفغانستان وإزاي تم إجلاء الجالية المصرية اللي موجودة في أفغانستان بالكامل وعودتها سالمة بالكامل إلى أرض الوطن جمهورية مصر العربية في حين أنه دول كتير وكانت دول كبيرة ودول عواصمها هي من عواصم صنع القرار ما عارفتش تعمل اللي إحنا عملناه أو على الأقل ما كانتش بهذه السرعة نفس القصة وإحنا في الأزمة الأوكرانية كانت كل جهود الدولة كل جهود مؤسستها بتشتغل تنفيذاً لتوجهات الرئيس أنا بتذكر من أكتر من 12 سنة لما كان يحصل أي حاجة مهما كانت صغيرة كان للأسف تأخرنا بيبقى شديد البطء وكنا دايماً نسمع الناس وهي بتستغيس الناس وهي تطلب العون الناس وهي تطلب المدد وللأسف ما كانش فيه توجيه يحصل بشكل سليم ولا يحصل بشكل سريع علشان تقدر تجلي ولادك أو تساندهم أو تساعدهم أو تقف بجانبهم مهما كانت الأزمة أنا مش بتكلم بس على الأزمات في الحروب المرة دي الوضع مختلف عاوز تعرف الوضع مختلف إلى أي مدى تعالى نسمع الطلب المصريين هم بيقولوا إيه راجع كلمة للسياسة الرئيسة عبدالفتاح السيسي وكادة السياسية بتاعتنا من دورة رئيسة الوزرة معالي السفير هنا بنشكرهم على دعمهم بنساعد الوصول بتاعنا الاهتمام اللي مبالغ فيه ونشكرهم كثير دحيا مصر دحيا مصر دحيا مصر دحيا مصر دحيا مصر الحمد لله رب العالمين نحن وصلنا بخير وصلنا بسلامة نحب نشكر كل الناس اللي ساعدت وساعدت في إننا نوصل هنا نحب نشكر السفارة المصرية سادة الرئيس كل الناس كل الناس اللي ساعدتنا والحمد لله اننا نحن بخير السفارة المصرية سادة الكنسل الناس كلها اللي ساعدتنا اللي جابونا الطيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحب نشكر كل الناس اللي وصلونا هنا بإذن الله نوصل مصر على خير ده توسيق لواقع توسيق يمكن إذا حبيت تسميه توسيق لحاجة من ضمن أو تفصيلة من ضمن التفاصيل المتعلقة بالجمهورية الجديدة دي تفصيلة اللي حصل في أفغانستان تفصيلة الجمهورية الجديدة مش بس مدن جديدة اتبنت مش هقولك بتتبني اتبنت ولسه في حاجات كتير بتتبني جمهورية الجديدة نموذج اقتصادي جمهورية الجديدة أيضا نموذج متعلق بأن مصر بتحمي ولادها في أي ركن من أركان العالم